موضوع محير جداً ناس كتير تقول أنا ساعات بحتاج أقول كلام سلبي على ناس مش موجودة ولو كتمت الكلام ده تحصل مشاكل وبعدين ناس تقعد تحذرنا ونقول بلاش نغتاب فانا في مصائب تحصل لازم أتكلم شوف الحيرة هنا رهيبة بدرجة أن في بعض المديرين وهو بيكتب تقرير عن موظف عنده بيبقى خايف يكتب حاجة سلبية لحسن يكون بيغتابه وأنا عايز أقول لك حاجة عشان بس نقطع الحيرة دي وديك خلاصة تريح بالك يوم ما ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معناها أن الدين كامل وتام لن يصطدم بمصالح الناس في الحياة عشان كده العلماء قالوا أن الغيبة تلت أنواع غيبة محرمة من الكبار لخصتها لك من شوية عشان نقطع الحيرة بتاعتها وغيبة مباحة أنت من حقك تتكلم على حد في ظهره كلام سلبي عشان فيه مصلحة هحكيها لك دلوقتي وغيبة واجبة أنت لازم تقول الكلام السلبي ده عليه وإلا تبقى آثم لخصها الإمام الكبير الفقيه الشافعي كمائل الدين ابن أبي شرف وقال والقدح يعني الغيبة والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر واحدة واحدة هشرح لك الموضوع ده عشان ما يبقاش في حد محتار في المسألة دي القدح يعني الغيبة مش حرام في ستة مواضع العلماء قالوا عليها طبعا الإمام النووي نقل الكلام ده في شخص حقيق مسلم موجود في كتب المسلمين متظلم النهاردة زميلك أذاك عايز ترفع تقرير لمدير تشتكيه أما أنت هتقول كلام سلبي عليه وهو مش موجوده أنت بتكتب بس أنت لازم وانت مظلوم ترفع التقرير للكبير وتطلب من القاضي في المسألة دي بقى اللي هو مديرك يفصل ما بينكم فأنت لازم تكتب براحة خاص مباح من حقك أنك أنت تروح للقاضي تشتكيله اتنين واخوات متخلقين مع بعض من حقهم يروحوا لكبير العيلة لو كان أب ويقوله فلان سرقني واللي خد مراثي متظلم من حقك متظلم ومعرف نهاردة عريس جاي العروسة فبتسأل عليه أصمر ولا أبيض طوله قد إيه لا ده أقصر مني لا ده أطول مني فإحنا بنتكلم على حاجة ما عندناش النية بتاعة رفعة النفس أو إسقاط منزلة الشخص اللي بنغتابه إنما مجرد تعريف ليس فيه أي نية انتقاص ومعرف متظلم ومعرف ومحذر آه فيه وقت من الأوقات لازم نحذر بعض النهاردة أنت جاي بتقولي أنا هشارك فلان فلان ده نصب علي لازم أقولك ده نصب علي طب أنا هشغل فلان معي فلان ده مطروض من الشركة بسبب أنه اختلس لازم أحذرك وإلا هيبقى الشخص اللي مش كويس ده بيلف على الناس عشان يسرق واحد وراء الثاني والضحايا تزيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتته السيدة فاطمة بن تقيس تقول له أنا أبو جهم متقدم لي قال لها أبو جهم لا يضع العصى هو لها معنين عند العلماء إما كثير السفر العصاية بيبقى في آخرها الشنطة وانت شايلها كده فبيسافر كتير فأنت هتقدر تستحملي واحد غايب عنك على طول ويقال لا يضع العصى يعني بيدرب مراته كتير فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرها تالنهار ده ابنك ممكن يكون راح يذكر مع بعض الشباب بيضيع وقته وانت كل مرة يرجع مش مزاياك تقول يا ابني ده بيضيع وقتك الولاد دول مش مهتمين فانت لازم تحذر ابنك فهذا التحذير اللي مفوش أي نية لرفع النفس أو انتقاص الغير ده من حقك متظلم ومعرف ومحذر ما تحترش خلي عندك في الحالة دي جرأة لأن ربنا أباح ليك هذه النوعية من القدح الانتقاصي ومجاهري فسقا نهاردة لما تيجي تقولي أنا داخل الفلم الفلاني في السينما وانا عارف ان الممثل ده بالذات لما بيعمل أفلام بيعمل فيها حاجات خادشة للحياة العامة اقول لك بلاش حرام عليك اتق الله عينك هتشوف حاجات مش كويسة وفيها عري ايو بس هو فلان ده هذا الفنان على دماغنا الجميع يعني بس لما يسمعني يتدايق بس أنا لازم أحذر من حاجة زي كتا وشجع الفن اللي بيقدم حاجة مفيدة للناس وبترقي ذوقهم وبترقي أخلاقهم لكن في نفس الوقت لازم نحذر من العري ودي ما فيهاش قطحة ولا غيبة من غير ما أتكلم على شخصه الكريم ولا أتكلم على أي حاجة أنا بحذر من هذا الجهر بالفسق نهذا لما ابني يكون رايح خارج مع أولاد عارف ان هو بيشربوا حشيش يا ابني حرام عليك نفسه لازم أحذره وهنا الشريعة ما بتصطدمش بالمصالح فما تقلقش من المسألة دي ومجاهي فسقا ومستفتن رايح للشيخ تطلب منه فتو زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود سيدة زينب بتقول سيدنا النبي ابن مسعود فقير ينفع أطلع عليه من زكاة مالي ممكن انت لو فيه راجل عايش وستة رايحة للشيخ تقول له جوزي فقير ممكن راجل يتدايق من الموضوع ده بس هي عايزة تساعده فبتسأل الشيخ طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة وإمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم زوجة سيدنا أبو سفيان تقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مش بيصرف على ضروريات البيت أعمل إيه في الموضوع ده فبتستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت لما بتروح تستفتي فلان ظلمني فلان أكل مالي علشان العالم يقولك تعمل إيه في دينك وآخرتك فهذا المستفتي ما تقلقش خالص وما تحترش روح واطرح ولكن عند العالم مش في الأعداد أي حد بنستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر نهاردة موظف من الموظفين وإحنا في الإدارة بنقول فلان ده مقصر طب نرفده ولا نخليه لأنه خليه نحط له خطة صحيحية لسلوكياته عملين فتحين حياته وملفه وشغله فيه انتقاص بس إحنا بنحاول نزيل منكر من طريقته بدل ما نخليه سيب الشغل بنشوف هنصلحه إزاي فما تخافش لو أنت مدير ولا أنتوا في إدارة عليا تكلموا براحتكم من غير ما ننتقص شكله ولا ننتقص لبسه ينكملوش دعوة طبعا بالشغل فما تقلقش قاعد أنا ومراتي بنتكلم على ابني عنده ولا بنتي عندهم تقصير في حاجة معينة بيغلط الغلطة الفلانية نتكلم براحتنا بتكلم أنا وإخواتي على والدي والدي عمل شيء معين ممكن يكون فيه إيذاء لصحيته طب هنعمل إيه ونروح للدكتور بس الوالد ما بيحبش نروح للدكاترة طب هجمعها نجبره ولا نستأذنه بنتكلم علشان نحميه من منكر معين فما تخافش ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ما تحترش دول الست صور لكل واحد مش عارف حدود الغيبة وعايز يتكلم بكلام سلب لكنه خايف يعصي ربنا أديني الدتا خلاصة أتمنى تكون رياحة بالك